اشتركوا في القناة شهدت مدينة نجران جريمة بشعة بعدما قام مواطن من قبيلة الجعفر بقتل مسن من زوية الاعاقة من قبيلة المكرمة بعد استدراجه الى منطقة فضاء ومثل بجثته وتم اليوم الجمعة عقد اجتماع بين قبيلتي الجان والمجن عليه وعدد من القبائل الاخرى للاشتراط على قبيلة القاتل بالتبرئة مما فعله والقسم على عدم علمهم بما فعله وقال المتحدث باسم قبيلة المكرمة ان القاتل راشد مانع الجعفر اليامي لم يكتفي بقتل حسين بن احمد المكرمي في منطقة خلاء مستغلا ضعفه وكلت حيلته بل مسل بجثته وقام بتقطيعها الى اجزاء منها ما تركه في الخلاء ومنها ما رماها في شتى انحاء نجران تفاصيل الجريمة الترصد والاستدراج لرجل كبير في السن مريض بالتوحد ابكم من زويه الاحتياجات الخاصة وغير مدرك مصاب بامرات صحية امن ومستأمن امنه في سيارته واكل من زاده غدر به وضربه في الوجه وطعنه في الوجه والرقب والصدر وفصل رأسه عن جسده وعزبه حيا وميتا بالتمثيل بجثته واشترطت قبيلة المكرمة ان يخرج خمسين حالفا من قبيلة الجعفر عليهم الايمان التالية اقسم بالله العلي العظيم بان قتله حسين بن احمد المكرمي لا فيها رضينة ولا نعلم فيها ثانيا على القبيلة الالتزام بالبراءة من الجاني الغادر امام الله تعالى وعند خلقه والدولة ولا يكن فيهم شفيع له ولا رفيق ولا محامي ولا مطالب حتى يقام فيه شرع الله ونثبت عليه ذلك فانه يكون معه في الجرم سواء اعزائي المتابعين وكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم حسبنا الله نعم الوكيل في كل ظالم في كل مكان دمتم بامان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته